موسيقى موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو العشرون من شهر يناير للعام 2018 كارثة الحرب في اليمن دخلت الأسبوع الماضي مستوى جديدا من المأساة بعد الانهيار الحاد لسعر الريال اليمني أمام العمولات الأجنبية حيث تخطى سعر الصرف الـ 500 ريال للدولار الواحد وهو ما ينظر بكارثة إنسانية في اليمن أشد خطرا حتى من كارثة الحرب نفسها لأنه سيؤدي إلى سحق مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي هي على شفاء المجاعة وسيفاكم حالات سوء التغذية عند ملايين الأطفال ومع أن كيادة المملكة السعودية قد سارعت بإيداع ملياري دولار كما يقولون كوديعة لدى البنك المركز اليمني بجانب المليار السابق إلا أن الأمر لم يعد أمر وديع واستقرار مؤقت لسعر الصرف وترحيل المشكلة إلى الأمام الأمر يحتاج إلى معالجات جذرية وشاملة وسريعة قبل أن يتحول إلى كارثة إنسانية لا تحمد حقبها الأمر يحتاج إلى حسم عسكري وسياسي للمشكلة للقضية اليمنية لكن لأننا لسنا متخصصين في الشأن الاقتصادي فسنترك مناقشة هذه القضية لأهل الاقتصاص في البرامج التلفزيونية الموازية ونهتم نحن بالجانب الإنساني منها سيكون هذا هو موضوع المحور الأول من الحلقة أما المحور الثاني فسنخصصه لمناقشة سؤال ربما يتناسب مع أوجاع اليمنيين الآن وهي وهو هل نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ما بوادر وعلامات وشروط هذه الحرب الافتراضية ولماذا سيكون الخليج والشرق الأوسط هو ميدانها إن وقعت هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في المحور الثاني كونوا معا جريمة تجويع اليمنيين هي جريمة مشتركة بين أطراف عديدة محلية وإكليمية رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي متهمون بالفساد وتبديد المساعدات التحالف الذي يسيطر على أهم موارد الدولة من نفط وغاز ومواني ومطارات متهم بتجاهل معاناة اليمنين وإطالتها واستغلال ظروف اليمن وانكشافها غير المسبوك استغلال ذلك في تحقيق أجندة إماراتية على الأقل الإماراتية مشبوهة الحوثي بالطبع هو أول المتهمين في جريمة التجويع هذه لأنه عراب هذه الجرائم وأبوها كلها ومفتاحها ومغلاقها وهو الطرف الوحيد القادر على إنهاء هذه المعاناة الحوثي وصحب البساط من تحت الأجانب إلى الداخل المحلي بالنسبة لرئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك الذين يحملهم بعض البرلمانيين والمحللين مسؤولية ما جرى للغيال اليمني هؤلاء إن أحسنوا فمن حسن أخلاقهم لأنه ما بش عليهم ركابة أحد يقدر يحاسبهم اليوم وإن أساءوا فبسبب غياب جهاز الدولة وهيباتها وركابتها والمثل يقول السور الواطي يشجع على السرقة سور الدولة الآن واطي فمن الذي جعل سور الدولة واطيا غير دول التحالف وغير الانكلاب المشؤوم لا أحد غيرهم كنا سنحمل الانكلاب المشؤوم كامل المسؤولية عما يحدث لليمنيين اليوم لو أن أداء التحالف كان جدا لو أن أداء التحالف كان جدا كنا حملناها على الحوثيين المسؤولية الكاملة لو كان جدا في إنقاذ اليمن واليمنيين ومساعدة الشرعية في استعادة الدولة كما يقول أو كما قال لكن التحالف للأسف يعمل وفق أجندة أخرى غير التي أعلم اليوم الشرعية لديها أعذارها إذا قالت إنها لا تستطيع أن تحاسب نفسها وتكوم أداءها يعني تحاسب وزراءها لا تستطيع أن تفعل ذلك بسبب حرمانها من عاصمة بديلة مؤقتة تدير منها شؤون البلاد وبسبب تدخل بعض التحالف في شؤونها المحلية وبسبب حرمانها من السيطرة على موارد الدولة من غاز وبترول وموانئ ومطارات ولأسباب لا حصر لها يعني هذه أعذارها قد تكون معذورة لهذه الأسباب لكن الحقيقة أن الشرعية نفسها أيضا جسد ضعيف جسد مترهل لأنه يتكون من أعضاء غير متجانسة الجسد هذا عبارة عن مجموعة أعضاء لابد أن تكون متجانسة علشان تؤدي عملها بشكل جيد إذا لم تكن متجانسة يختل عملها يعني تخيل جسد شخص رجليها الثنتين يمين ولا يديها الثنتين شمال أو عنده يعني مجموعة أعضاء مقطعة مقطعة الأوصال هذا لا شك شخص عاجز الشرعية مثل هذا الشخص المعاق لماذا؟ لأنها لم تتشكل من البداية بصورة طبيعية لم تلد الشرعية في ظروف طبيعية ولدت في ظروف حرب فخلقت مشوهة الوزير لما يأتي يأتي بطرق غير علمية غير مدروسة ما يشفي وضع طبيعي حتى تختار وتحاسب وتراكب والشعب نراها يحاسب ويراكب مكونات الشرعية اليوم تشبه مكونات ثورة فبراير عام 2011 لم يكنوا جميعا متفقين على مشروع واحد المستقبل اليمن الشيء الوحيد الذي كان يجمع مكونات ثورة فبراير هو اسقط علي عبدالله صالح فقط أما ما بعد ذلك من شكل الدولة وشكل نظام الحكم ومستقبل اليمن كل مكون كان لديه مشروع خاص وهذا واحد من الأسباب التي أضعفت ثورة يناير ومكنت للإنقلاب تنافر مكوناتها وعدم اتفاقهم على مشروع واحد للمستقبل ما اتفقوا على الديمقراطية ولا على دولة التحادية ولا اتفقوا على شيء والشرعية اليوم يعني تشبه هذا يعني فيها مكونات كثيرة تريد إزاحة الحوثي هذا هو الذي يجمعهم هناك من يريد يعني هناك مشاريع كثيرة هناك من يريد إزاحة المشروع الإمامي فقط وليس لديه مشكلة بعد ذلك إذا عاد النظام العسكر القديم أو انفرط عقد البلاد وأصبحت شذر مذر ما يهموش وهؤلاء هم الفئران التي تثقب سفينة العبور إلى المستقبل هؤلاء هم الذين يفضلون الحصول على لوح نجاه بدل من سفينة نجاه في مكونات كثيرة لا يهمها إلا أن يذهب الحوثي ثم بعد ذلك ما يهموه مش كيف يكون شكل الإمام ممكن يكسم السفينة هذه إلى ألواح يجزئون سفينة النجاه إلى ألواح حزبية ومناطقية ونفعية وكل واحد يمسك لوحه يقول لك أنا أنا رب لوحي والسفينة لها رب يحميها ما فيش هذا الحص الوطني العالي اللي ممكن أن نتجاوز فيه الصغائر والمصالح الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة والمصالح المناطقية الضيقة من أجل اليمن الكبير يعني هذه واكستنا نحن في اليمن لكن ربنا يسهل إن شاء الله ويخارجنا منها الشرعية بحكومتها لم تلت في ظروف صعبة طبيعية كما قلنا فجاءت مشوهة هذا عذر يجعلنا نقول لا بأس سنتحمل لأن قضيتنا الوطنية لا تحتمل المطالب المثالية احنا ما نستيش نكون مثاليين الآن في ظل ظروف مثل هذه نحن نرغب في العبور إلى المستقبل حتى لو على ظهر حمار عرج هذا طبعا على افترض أن كيادة الشرعية تحمل مشروع اليمن الاتحاد الديمقراطي طبعا أما إذا كانت تضمر مشروع آخر يعني فواكستنا تاريخية بالفعل سنغلب جانب حسن الظن هنا ونقول إن كيادة الشرعية تفعل ما عليها تؤدي ما عليها إذن لم يتبقى أمامنا من يتحمل مسؤولية هذه الاختلالات وهذا الفساد وهذا التجويع لملايين اليمنيين سوى الحوثي والتحالف العربي الذي لم ينجز ما عليه المسؤولية الأخلاقية التي عليه والمسؤولية السياسية والمسؤولية الدولية لكن إلى متى يظل اليمن صابر على هذا الحال إلى متى يظل تحت سلطة القهر والتخويف والحرمان من أبسط حقوقه المدنية والطبيعية إلى متى يظل يعاني الجوع والمرض الناس في اليمن اليوم يموتون من أمراض تافهة أحدهم بعث يقول لي ابن عمي توفي على إثر التهاب في الصدر لأن المستشفى المحترم داخل العاصم الصنعاء لم يستطع توفير العلاج التهاب صدر والرجل من أسرة ميسورة مش فقير لكن هذا وضع المستشفى يعني إذن كيف سيكون حال الفقراء في المناطق النائية والمدن الأخرى في هذه الظروف ممكن أبسط مرض يوديبة هذه الحرب كشفت لنا يعني كشفت لنا بشكل عياني كيف تكون أخلاق السياسة هذه أخلاق السياسيين شعب يموت جوع ومرض وقهر ويتم تدمير مستقبل من الآن بتدمير التعليم اليوم عندنا أجيال ما بتتعلمش وإذا تعلم التعليم هاش وتشكيل يعني جيل من الأميين وأشباه الأميين اليوم بيتم كل ذلك يحدث أمام أهل الحل والعقد في الداخل والخارج دون أن يحرك ضمائرهم لإن كانت هذه الحرب كشفت بشاعة المشروع الإمامي وعرته تماما الإماميون ليس لديهم ذرة شعور بالأسف والإحساس بالمسؤولية عما اكترفته أيديهم الآثمة الإماميون مثل أصحاب الأخدود حفروا خندق خندق الحرب وأشعلوا نيرانها وقذفوا باليمنيين إلى الخندق وجلسوا يتحدثون عن الهادي والحسين وفاطمة وحضية والولاية والولي ومن هذا ويرفعوا شعارات كاريكاتورية السخيفة عن الموت لأمريكا أمريكا اللي اللي لولا هي أني قد راحوا أمريكا التي تعيد الآن ما هدمته طائرات التحالف من ميناء الحديدة اللي هو يعد شريان حياة الميليشيا الإمامية الآن أمريكا اللي بيتفاوضوا معاه في السر وفي الغرف المغلقة الإماميون لا يشعرون بمعاناة اليمنية لأنهم لا يرون فيهم سوى كائنات ناقصة خلقت لخدمة السيد وعرقيته لا يرونهم سوى عكفة للقتال وحراس للمكتسبات السلالية يعني بلغت بهم الوقاحة أن يفكروا في اكتياد الشباب اليمني إجباريا إلى ساحات المعارك للدفاع عنهم ويختطفوهم وظهر واحد على شاشة التلفزيون يقول أن القتال واجب على من أراد ومن لم يرد بالغصب على الجميع ولما سألها الموضيع كيف تستفيد من شخص ما عنديش رغبة يحارب معك قال نحطه حتى مترس هكذا ينظر الإماميون إلى اليمنيين وهكذا يتعاملون مع قضيتهم هذه هي المسؤولية الأخلاقية التي تعالوا نستمع إلى هذا الكائن ماذا يقول أولا الجهاد ليس لمن يرقب فقط بل ومن لا يرقب لأن الله تعالى قال كتب عليكم القتال وهو كرن كرن لكم لا بد أن التجنيد يشمل من يرقب الذي يرقب في جبهات الكتاب ومن لا يرغب يدخل في التجنيد كيف أن يستفيد منك؟ كيف أن يستفيد منه؟ نعم كيف أن يستفيد منه؟ التجنيد هو كان في الماضي بعد الثانوية العامة الآن بعد الثانوية العامة وبعد الجانعة ومن خلال التوظيف لا أي إنسان يتقدم من التوظيف لا بد أن يذهب إلى الجهاد نحن صحيح قد يقول القائل يا أخي الذي هو كارث خلصي نحن تضلوا الذي هو كارث ما يحصل من شيء أستخدم لو نعمله مترس لا بد أن يروح هذا الكلام يدل أولا على أن الميليشياء تواجه أزمة مجندين وهذا جانب يعني يطمنا شوي وهذا هو اللي يفسر حالات الاختطاف التي تزايدت في الآونة الأخيرة اختفوا الشباب من أكثر من مكان كثير من هؤلاء المختطفين يذهبون إلى شبهات القتال قسريا ويعودون في الصناديق أو مشوهين مكسرين ناقصين أعضاء معاقيم وهذا الكلام يدل ثانيا على حقيقة أخلاق المشروع الإمامي بكل فئاته الشرسة والنعمة لأنه ما سمعنا حاد يعترض غير مستعدين أبدا نتقديم أي تنازل في سبيل إزاحة الغمة عن اليمنين الإماميون غير مستعدين مش مستعدين نتنازلوا أبدا عن امتيازاتهم من أجل اليمن واليمنيين من أجل الجوعة والفقراء والمهانين شعارهم الوحيد نحن نبقى أو نهدم اليمن على رؤوس الجميع يعني سنأخذ الناس بالقوة للدفاع عن مشروعنا فمن لم يقتل مواجها فليقتل في مترسة هذا هو منطق الإمامة الكديم لم يتغير منذ أن عرفناها في القرن الثالث الهجري ولو سألت إمامي اليوم عن مبررات هذا الإجرام سيقول لك كل الدول تدافع عن نفسها وتفرض التجنيد الإجباري في وقت الحاجة هكذا يتذرعون هكذا يتصرف الإماميون وكأنهم دولة يتصرفون وكأنهم اليمن اليمن كلها في مواجهة الغاز الأجنبي ملايين اليمنيين الذين يقاومونهم ويرفضونهم هذا لا في نظرهم ليسوا شيء هم الدولة هذا الإجرام هذا الإجرام لا يجوز أن يمر دون حساب مع هذا المشروع يجب أن يدفع الإماميون ثمناً غالياً نتيجة هذا الاستهتار بدماء اليمنين وحقوقهم ونتيجة هذا الخراب الذي تسببوا فيه هذا المشروع العنصر الكهنوت المريض يجب أن يدفن إلى الأبد ولا يجوز لليمنين أن يتهونوا معه مهما كانت تضحياتهم دعونا نضحي مرة واحدة وأخيراً لكي ننقذ مستقبلنا كله بدل ما ندفعها كل مرة بالتقصيد على رأس كل 40 سنة 50 سنة ندخل في كارثة جديدة على يد هذا المشروع اليوم أمريكا وبريطانيا تحميان المشروع العنصري في اليمن من السقوط واليوم التحالف العربي أيضاً يعيكنا نحن اليمنين من خوض معركة حقيقية وحاسمة مع الإماميين لو تركونا لقد خلصنا معها التحالف يريدها حرباً بالشوكة والسكين حرب انتقائية ومزدوجة يضرب فيها طرفين في آن واحد حرباً يريدها حرباً يبكى فيها الحوثي ولا يموت يشتغل حوثي ينكسر نعم لكن ما يختفيش يظل المشروع قائم لتهديدنا نحن اليمنين حرب يخسر فيها الحوثي وتخسر فيها الشرعية ولا تربح هذه هي الحرب التي يريدها التحالف هذا شكل جديد من أشكال الحروب الكذرة ما كانش معروف من قبل ربما لم يعرفوا التاريخ من قبل يحدث في اليمن وفي سوريا وفي أكثر من مكان عربي اليوم على يد هذه القيادات العربية العجيبة والأكلية المذهبية الطائفية في اليمن وفي سوريا وفي غيرها هي الأداءة المفضلة لهذه الأنظمة العربية التي تدور في محور إسرائيل لكن طبعاً الشعوب الكبيرة والشعوب العظيمة هي التي تفرض إرادتها في نهاية المطاف هي التي تفرض إرادتها في نهاية المطار لكن طبعاً بمزيد من التضحيات نحن لسنا أقل شرفاً من الفتناميين الذين واجهوا أمريكا في القرن الماضي ولسنا أفكر منهم نحن أغنى من الفتناميين ولسنا أكل شرفاً منهم ضحوا بالملايين في سبيل كرمتهم وشرفهم نحن لدينا كل المقومات التي تساعدنا على كسب المعركة مع الإمامة ومع المشروع الكهنوتي بشرط الصبر والتضحية لأن خسارتنا ستكون أكبر وأفدح لو سلمنا ببقاء هذا المشروع الخبيث في اليمن كما قلت سنكتشف على رأس كل أربعين سنة أو خمسين سنة أننا مضطرون ندفع الثمن مرة أخرى بسبب هذا المشروع الخبيث الذي ينبغي أن يشتذ إلى الأبد الكثير من الناس لا يستطيع أن يقدر الخسائر الفادحة التي ستلحق اليمن واليمنيين إذا ما بقي المشروع الإمامي مسيطراً على الهضبة فما بالك إذا سيطر على الإمام كلها وطبعاً هذا الجهل بهذه الأمور أمر طبيعي لأن غالبية الناس لا تفكر بطريقة استراتيجية ولا تهتم بالعواقب البعيدة هم يفكروا في العواقب القريبة عامة الناس مجبولون على الاهتمام بمنافعهم العاجلة يشتي منافع سريعة الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة كما وصفهم القرآن هذه مشكلة أخرى أمام طلاب التغيير العبور إلى المستقبل يحتاج لتضحيات يحتاج بالبعض يعني أن يتحولوا إلى جسور للعبور فعاً من الناس تضحي وعامة الناس يريدون الاستمتاع بالحاضر لأن الحياة عندهم أسمى من الفكرة المثالية غالباً الناس كذا يقول لك أنا الحياة عندي أهم من الفكرة المثالية والدولة المثالية والمستقبلة المثالية ومن الصعب على طلاب التغيير الذين يريدون تغيير البلد والوضع من الصعب عليهم أن يقنعوا الأكثرية بضرورة التضحية من أجل معاني سامية مثل الدولة الديمقراطية والحياة الكريمة يعني أنت لو تخاطب الناس تقول له من أجل الديمقراطية نموت ويقول لك لا لكن كله يموت من أجل حسين الحوثي عيسير في حين أن المشروع الإمامي يسير بعض المغفلين بوعود في الحياة الآخرة يصرف لهم وعود للحياة الآخرة لكي يستمتع هو الإماميون يستمتع أبناء السلالة في الحياة الدنيا يذهب الزنابيل إلى الجبهة ليقاتلوا في سبيل دولة السادة الذين يحكمونهم ويحكمون ذراريهم يذهب الزنبيل للقتال في سبيل دولة توفر للسيد كل المتعدة الدنيوية في الحياة الدنيا وهو يكسب وعد في الآخرة وعد بالجنة في الآخرة يبقى أبلني على رأي المصري وهذا الزنبيل يعني في النهاية صحيح أنه سبب الواكسة اللي إحنا فيها لكنه في النهاية ضحية الجميع هو ضحيتنا كلنا ضحية النظام الذي أخفك في تأهيل اليمنيين وتحصينهم من قبل ضد المشاريع الكهنوتية الصغيرة 40 سنة وإحنا جمهورية وما قدرنا نحصنا الناس من الفكر الإمامي كان علي عبدالل الصالح بيشتغل للعيال حق وهذا الزنبيل أيضا هو ضحية النخب المثقفة والسياسية التي اشتغلت في الكيد لبعضها بعضا وفي قضايا هامشية بدلا من الاشتغال في القضايا الأساسية للأمة بدلا من الاشتغال في قضية مأسسة الدولة وقضية الديمقراطية بما تعنيه الديمقراطية من حرية ومساواة وقيم قيم يشعر أنه معني بها ومع ذلك برغم من هذا الظلام مع ذلك هناك نقطة ضو كبيرة في هذا المشهد المظلم نقطة الضو هذه هي تلك الشريحة شريحة الشباب اليمني التواكل الحرية الرافض للاستبداد والكهنوت العنصري الواعي بطبيعة اللحظة التاريخية المستعد للتضحية في سبيل اليمن الحر الكريم هذه الشريحة هي أكبر نقطة ضو في هذا المشهد المظلم بالفعل أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا عن شروط ومقدمات الحرب العالمية الثالثة ابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد العالم ليس على ما يرام العالم أصبح فعلا يعني مثل غابة القوي فيها يأكل الضعيف بل أسوأ بكثير من الغابة لأن وحوش الغابة تقتل من أجل البقاء وفي حدود حاجتها أما في عالم البشر والسياسة فالوحوش تقتل من أجل المكانة مش من أجل البقاء من أجل المكانة والسيطرة وتقتل بلا حدود في الغابة يستنكف الأسد أن يأكل بيته أما في عالم البشر في عالم البشر فالأسد يقتل الأطفال والضعفة من أبناء الوطن بالكيماوي في الغابة أنت حر حر مطلق حتى يأتي أجلك على يد وحش أقوى منك أما في عالم السياسة فحريتك ممنوعة ومحدودة وكرامتك مكموعة في كل الظروف في كل الأحوال الغابة أكثر رقيا من العالم أحيالا العالم ليس على ما يرام فهو يسير من حرب إلى أخرى وكل حرب تلد حربا أخرى كما الفئران بدأت الحرب من قبل الثورة المضادة للربيع العربي حرب على الشعوب فدخل الوطن العربي في نفق مظلم مهدد بالتكسيم والاحتلال وها هي نار الحرب تكترب من الحدود الدولية والمشهد في غاية الدراما دول الخليج يهدد بعضها بعضا نظام مصر يهدد نظام السودان كوريا الشمالية تهدد أمريكا قائد الجيش الهندي يهدد باكستان تركيا تعلن الحرب على أكراد الشمال السوري اللي هي البكيكا المدعومين من أمريكا إيران تعاني صخطا محليا وتشرب بالهناء والشفاء مقلبا روسيا كبيرا في سوريا دخلت حرب في سوريا دفعت أثمان باهضة وفي النهاية روسيا خرجتها من المولد بالحمص والمستقبل يبشر بالمزيد فهل نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة؟ أم أننا نعيش هذه الحرب بالفعل بطريقة غير تقليدية؟ كل من نعرفه من المحللين الذين تحدثوا عن الحرب العالمية الثالثة قالوا إنها ستكون حربا نووية هذا المؤشر عنك لكن يبدو أنهم يتحدثون عن الحرب العالمية الأخيرة وليس الثالثة الترسان النووية الموجودة لدى الدول اليوم تكفي لإفناء البشرية ثلاثة أربع مرات وتدمير الكوكب خمس مرات يعني لو قامت حرب نووية حقيقية فلن تتوقف عند كنبلة أو ثنتين الكل سيسعى لإفناء الجميع ويبدو أن هذا المصير الخطير هو الذي يدفع الدول الكذرة إلى إشعار حرب عالمية ثالثة غير تقليدية كأنهم يدركون هذه المخاطر ويريدون حرب عالمية لكن غير تقليدية بدون كنابل نووية وبدون هذا الضجيج حرب بالتقصيد وقد اختاروا لهذه الحرب اختاروا ميدانها قالوا فليكن ميدانها هو الشرق الأوسط الكبير من تركيا إلى باكستان ومن الشام إلى اليمن إلى مصر والسودان هذا ما يجري في الواقع وهذا ما بشر به هنريك سينجر أيضا في حديث نسب إليه من قبل وهذا ما حذرت منه أيضا مجلة دي ناشنال انترنست المجلة الأمريكية التي قالت أن بعض الأزمات قد يتسبب في انطلاق شرارة الحرب العالمية الثالثة هذا العام ومن بينها مناطق في الخليج وكوريا الشمالية والشطر الجنوبي لحلف شمال الأطلسي له تركيا يعني تركيا تحديدا السؤال الذي نحاول مناقشته والإجابة عنه هنا هو ما السيناريو ما هو السيناريو المحتمل لنشوب هذه الحرب كيف ستنشوب ما هو السيناريو المناسب لنشوبها السيناريوهات المحتملة للحرب العالمية القادمة كثيرة جدا ويصعب توقعها لكن هذا لا يمنع من الاستعانة ببعض القرائن لتوقع المستقبل والقرائن تقول إن أهل الشر بتعبير السيسي السيسي يحب يقول أهل الشر أهل الشر قد خططوا اللي جعل الشرق الأوسط ساحة هذه الحرب كما قلنا وهذا محدد أول إذن حصرناها هذه الحرب ستكون في الشرق الأوسط هذه دائرة واسعة يعني سنستبعد مناطق التوتر سنستبعد مناطق التوتر الأخرى في العالم مثل كوريا وجورجيا مثلا وتصبح دائرة الشرق الإسلامي الكبير هي محل النظر لكن هذه المنطقة اليوم تعج بالملفات المتوترة وكل ملف فيها يصلح يعني يصلح فتيلا لإشعال الحرب العالمية الصراع الخليجي مثلا يصلح فتيل الصراع التركي الإيراني الأمريكي يصلح فتيل والصراع الباكستاني الهندي يصلح أيضا فتيل اللافت في الأمر أن الهند توجه على لسان قائد الجيش الهندي تهديد غير مسبوك لباكستان قال فيه إن ملايين الهنود مستعدون لاكتحام باكستان كذا عندهم فائض في الملايين يعني وسخر من القدرة النووية لباكستان وهو ما جعل وزيره الخارجية الباكستاني خواجه آصف يرد بالقول إنها تصريحات غير مسؤولة وتعد بمثابة دحوة صريحة للمواجهة النووية الصراع الهندي الباكستاني مرشح للتصاعد بسبب نقطة توتر جديدة هي موضوع ميناء جوادر الذي استعجرته الصين من باكستان كما شرحنا في حلقة سابقة والهند الواقعة بين عدوين هم الصين وباكستان طبعا الهند مع عدوين اللي والصين عندها مشاكل معها وباكستان الهند ما قالت هذا الكلام ولم تطلق هذه التصريحات الكوية إلا لأنها دخلت في تحالف معلن مع أمريكا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومن الواضح أن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة في الأون الأخيرة قد ساءت بشكل كبير وإحنا كنا ذكرنا في حلقة سابقة في حلقة طريق الحرير الجديد أن كطر قد اشترت حوالي 14% من مشروع ميناء جوادر وقلنا أيضا أن باكستان تكاربت مع إيران وتبعدت عن السعودية يعني نحن نشهد تكارب باكستاني صيني كطري إيراني تركي من ناحية يقابل التكارب هندي أمريكي إسرائيلي إماراتي من ناحية أخرى وربما يكون ميناء جوادر هو الفتيل الذي يشعل الحرب القادمة هذا سيناريو هذا أحد السيناريوهات المحتملة لكن هناك أيضا سيناريو آخر ربما يكون أكثر كابلية ما هو هذا السيناريو؟ نشوف السيناريو الثاني لنشوف معركة كبرى في الشرق الأوسط الكبير شرق الأوسط الكبير يعني يدخل في إيران وتركيا وباكستان السيناريو الثاني يبدأ من مغامرة سعودية إماراتية ضد كطر هذا السيناريو قد يجر أطرافا أخرى منها إيران إلى الحرب بدوافع كثيرة ربما يكون الهدف من اجتياح كطر أو إعلان الحرب عليها هو استدراج إيران وتركيا لمعركة شاملة مع حلف إسرائيل، السعودية، مصر، الإمارات وطبعا من وراهم أمريكا لكننا نستبعد تورط تركيا في حرب من هذا النوع حتى لو كان لديها قوات في كطر لأن مهمة هذه القوات بالأساس هو حماية يعني مهمتها هي حماية النظام في كطر أو حماية وجود الأمير تميم تحديدا وهذه مهمة لا تحتاج إلى تورط تركيا في الحرب مادم تتحشاه تستطيع أن تكون بها بدون الحاجة إلى خوف معركة شاملة لكن هناك حرب أو هناك سيناريو آخر قد يجر تركيا إلى حرب شرق أوسطية كبير مع الحلف الإسرائيلي، حلف إسرائيل قد يشعل فتيلها ملف الأكراد ملف الأكراد وهذا هو أكثر السيناريوهات رجحانا من وجهة نظري يعني دعونا نتخيل كيف سيحدث هذا السيناريو من البداية ستقوم أمريكا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدعم قوات البيكاكا الكردية المعادية للنظام التركي أو معادية لتركيا ستكون هذه هي الخطوة الأولى وكتحدثت ستزودها بالسلاح والمال والدعم اللوجستي اللازم لتكون شوكف في حلق تركيا والنظام التركي وهذا ما حدث بالفعل وهو ما دفع الرئيس التركي للإعلان عن حملة عسكرية كبيرة في الشمال السوري لتأديب هذه القوات المعادية ولدى تركيا اليوم عقيدة أمنية جديدة تؤمن بالهجوم بدل الدفاع زمان كانت تركيا تتبنى عقيدة الدفاع اليوم تركيا الجديدة تتبنى عقيدة هجومية جوهر هذا النهج الأمني الجديد والعقيدة الجديدة الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام التركية المؤيدة للحكم اسم عقيدة أردوغان جوهرها أن تركيا يجب عليها تبني سياسة استباقية ووقائية لمواجهة المشاكل الخارجية والتهديدات الأمنية يعني نستبق الأحداث قبل أن تأتي إلينا نقشت هذه العقيدة على نطاق واسع في أروقة السياسة التركية وفي وسائل الإعلام التركية وتعد نقطة تحول في الأمن الاستباكي والسياسة الخارجية وهي يعني تشبه تعريف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش جورج دبالي بوش عام 2002 نفس الاستراتيجية الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي وكان الرئيس التركي كان في اجتماع مع بعض المخاتير المخاتير ليس الوزراء والضباط المخاتير اللي هم كريمين من الشعب وكأنه فيه رسالة يشتوصلها للناس يقول لهم لن ننتظر المشاكل حتى تدق أبوابنا ولن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة حتى نغرق تماما في المستنقع مش هننتظرهم لما يجو لنا للداخل هل هناك مشكلة مع الإرهاب؟ لن ننتظر حتى يدق خطر المنظمات الإرهابية أبواب بلادنا سنلاحق هذه المنظمات وننقض عليها أينما وجدت لإنهاء فعاليتها والقضاء عليها وفقا لهذه العقيدة الأمنية وفقا لهذه العقيدة فإن تركيا ستمضي إلى نهاية المطاف من أجل حماية أمنها القومي لكن نهاية المطاف هنا قد لا يكون سوريا بل إسرائيل لضرب رأس الحية في المنطقة والقضاء على أهم الكواعد الأمريكية في العالم ربما ستجد تركيا نفسها مضطرة لتأديب أمريكا في إسرائيل إذا أصبح أمنها القومي مهددا بالفعل ربما وهذه حرب لو استعرت ستستدعي أكثر من طرف في المنطقة ومنهم إيران والجماعات الإسلامية السنية والشعية طبعا القيادة التركية كانت مدركة لطبيعة المخططات الأمريكية ضد تركيا من وقت طويل وحاولت بطريقة ذكية إيصال هذه المفاهيم للشعب التركي بدون تصريحات سياسية ومشاكل تسبب مشاكل مع الإدارة الأمريكية لجأت القيادة في تركيا إلى تضمين هذه الرسائل الرسائل التي تريد إيصالها للشعب والشعوب المنطقة ضمنتها عبر مسلسلات درامية منها مسلسل وادي الذئاب هذا المسلسل يحمل كم كبير من الرسائل التوعية السياسية وادي الذئاب طبعا يقصد به منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة المحيطة بتركيا من وجهة نظر الأتراك هو وادي يشبه وادي الذئاب دعالوا منشوف هذا المقطع القصير من مسلسل وادي الذئاب كيف يواجه رسائل كيف يواجه رسائل المنطقة المنطقة المنطقة؟ كيف يواجه رسائل 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 المنطقة 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 المنطقة؟ من تأميني من هذه الأمر هذه هي تأمين تركيا النفوس على الله أخيراً طبعاً نحن نتوقع الأسوأ لأكثر من سبب أولاً لأن اليمنين يشعرون أنه أنه في عدالة إلهية لأنه جالسين يتحملوا وحدهم مآسي هذه الحروب وتبعاتها والجوع والفقر والمرض والظلم القريب والبعيد يمكن لو عرفوا أن العالم كله سيتلظى بحروب كبرى يمكن هذا يهون عليهم بعض مأساتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نحن ينبغي أن ندرك أننا في اليمن نستطيع أن نخرج من هذه المأساة بشكل فردي نحن قد حصلنا نصيبنا من الحرب العالمية الأولى والثانية والثالثة على الأقل في الأربعين سنة هذه أو الثلاثين سنة الماضية هذه حصلنا كسمنا ونصيبنا من هذه الحروب ومن مآسيها وألامها ومتاعبها نستطيع أن نصنع المعجزة وأن نخرج من أتون هذه الحروب إذا اتفقنا وكررنا أن نعيش كما يعيش البشر على هذه الأرض الأمر ليس صعبا كل واحد يقدم تنازل حقيقي لصالح اليمن الكبير وسنصل أعتقد أعتقد اللي بأيديهم الحل والعقد يستطيعون ذلك وإلا فإن التاريخ سيل عنهم ومش التاريخ بس تاريخ والجزاء في الدنيا ربما يأتيهم كما وصل إلى الذين من قبلهم قبل أسابيع هذه نقطة نقطة أخيرة يعني ربما هذه الحرب التي نتوقع نشوبها في الشرق الأوسط تكون مستاق لنبوءة سورة الإسراء وهذه النبوءة تزود المؤمنين بكثير من الأمل ونحن محتاجون في هذه اللحظات التاريخية الصعبة لبعض الأمل نتكوى به على ما نحن فيه من وعثاء السفر ومن كعابة المنظر أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر